السلام عليكم وصفتنا اليوم مليانة بالبكتيريا النافعة اللي كتير مننا بيحتاجوها لصحة الجهاز الهضمي وعملوا بطريقة سليمة مخلل الملفوف الأحمر طعم طيب وفاتح للشهية بجانب الأكلات غير هيك جدا مفيد ومليء بالفيتامينات الضرورية يفضل نعمله بالبيت ونبعد عن التجاري لأنه مش دايما بيعملوه بالطريقة الصحيحة والسليمة إلا إذا كان من مصدر موسوق فيه قبل ما نبدأ لو عجبكم الفيديو حبيته توصلكم فيديوهات القناة أول بأول اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات وأهلا وسهلا فيكم عندي حبة ملفوف بهذا الحجم بشيل الورق الخارجي اللي ما قلو لزوم يعني أول ورقتين تلاتة أحياناً بيكونوا مش مرغوب فيهم ولو كانوا كويسين بنستعملهم وما بنرميهم وبعد ما غسالتها تحت المية رح نبدأ نقطعها بالسكين باخدها بالأول بشكل طولي وهذا شكلها من جوه بقطعها شرايح رفيعة وهذا الجزء الأبيض بنتخلص منه ما بنحتاجه مخلل الملفوف من أنواع المخللات الطيبة جداً ولو عملناه طريقة مضبوطة حيطلع مخلل صحي مليء بالبكتيريا النافعة اللازمة لصحة وسلامة الجهاز الهضمي وكمان كتير بينصح بتناوله للي بعانوا من جرسومة المعدة والطراب القلوم وهيك خلصت الكمية كلها وإنتوا فيكم تعملوا شرايح أكبر أو أصغر من هيك حضرت هنا مرتبان زجاجي مغسول ومجفف وحبت أرتب فيه الملفوف وعلى فكرة كمان بتقدروا تعملوا الملفوف الأبيض بنفس الطريقة تماماً وعشان اللون ممكن تخلوه أبيض مثل ما هو أو اضفوه له قطعة بنجر بتخلي لونه حلو كمية الملفوف حتاخد أكتر من مرتبان فرح أضيف الكمية الباقية بمرتبان تاني الخطوة الأخيرة رح نضيف عليه المحلول الملحي ورح نشوف كيف بنحضره بالمية والملح فقط بدون أي إضافات تانية مثل الخل أو السكر بوعاء رح أضيف مية أنا غليتها وتركتها تبرد بنعمل هيك حتى ما تتكون الطبقة البيضة على وجه المخلل حضيف بعيار الكوب كل كوب رح يحتاج لمعلقة كبيرة ملح يفضل يكون ملح بحري أو صخري أفضل من الملح العادي اللي بيحتوي على يود لأنه ممكن يخلي المخلل يدوب ويهتري وبعد ما أضفت الملح رح أحركه كتير منيح حتى يدوب بالمية حضيف على المية ديرستوم بعمل شرائح رفيعة بيعطي نكهة وطعم طيب جدا للملفوف وهيك أصبح المحلول الملح جاهز حنبدأ نضيفه للمرتبان شايفين كيف الطريقة سهلة كتير ولكن الفوائد عظيمة وهيك بعد ما غمرته بالمية ولازم المية تغمره كتير منيح ممكن نضيف شريحتين من اللمون على الوجه أو لو عندكم قطعة بنجر أو كم ورقة عنب اللي متوفر عندكم بتحطوه ولازم نتفقده كل يومين حتى نتأكد إنه كله مغمور بالمية وحتى ما يتعرض وجه المرتبان للتعفن والتلف بعدين بغلقه بشكل محكم والأفضل نحطه بخزانة المطبخ أو بنغطيه بكيس نايلون حتى يكون بمكان دافي ومعتم وبنتركه من سبعة لعشر أيام أو حتى أسبوعين حتى يتم التخليل وتنمو البكتيريا النافعة بشكل جيد ورجعنا بعد مرور أسبوعين تقريبا لإنه الدنيا برد لكن لو كان عندكم الجو حار ممكن ياخد من أسبوع لعشر أيام فقط شايفين كيف لون الملفوف صبغ على المحلول الملحي ما شاء الله الملح تمام والطعم لذيذ وفيه حمودة طيبة فيكم تتناولوه بشكل يومي طيب بجانب الأكلات لكن أصحاب الضغط المرتفع يفضل تتناولوه باعتدال وبإمكانكم تنقعوه بالمية قبل ما تتناولوه بساعة وحيصبح ملحه مقبول جدا بالنسبة لكم وإن شاء الله تكون اليوم الوصفة عجبتكم وصحتين وألف هنا ترجمة نانسي قنقر